الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أكوسنا وسيئات أعمالنا من يأد الله فهو المهدد ومن يضضر فمن تجد لهو إيا المرشدة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى من رحمه رحمه شاهد ورحمه مسلمون ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلينا الخير وقائدنا وساققنا إلى جنات النعيم محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق بشيرا ونذيرا ودعي إلى الله بإنه وسراجا مليرا أدى الأمانة وبرق الرسالة ونصح الأمة وكشف به الله الأمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما كثيرا أما بعد أيها الأخوة المؤمنون مرضوا من الأمراض النفسية وآفة من الآفات الاجتماعية التي نعيشها والتي استفادت بين المسلمين منتشرت بينهم في أرقام مذهلة دائما من الأدواء والعيادة لله هو دائما النميمة تحدثنا في سابق عندها الغيبة اليوم نتحدث عندها النميمة النميمة هي التي تقضي على الروابط الأخوية النميمة هي التي تورث الشحناء والبقاء بين المسلمين بقدر بيستفحل هذا الأمر بيننا بقدر بيشتد العداء النميمة النميمة كما يبقى بالتعبير العالمية شيء شريف هذا على رأس هذا يعني أن ينقل أحدهم كلاما قيل في فلان فيأخذ هذا الكلام ويذهب به إلى فلان ويقول قد قال فيك فلان كذا هذه النميمة أن يصطاد العفرات ويلطقت السقطات وينحف عما قيل في فلان ويدها يعني يملضها يملضها إياه هذا والعياذ بالله موجود بيننا وهو دائما لا حل له إلا التوبة من الله سبحانه وتعالى التوبة المصوحة وهذا الأمر يتعلق بحقوق الناس حقوق العباد وهو الأمر الخطير إذن النميمة أبيهم الإخوة والأخوات هو نقل الكلامي بين الناس على سبيل الإفساد وهو إفشاء السر نشر ويكره كشفه ومره بطبعه بعيد عن الكثار بعيد عن الكثار الإنسان الإنسان سمي إنسانا لدسية أو لكثرة دسية والإنسان جما قيله ومخصوص في جميل الذي بضروب الخلر والمقصام كل الإنسان ممكن أن يخطأ قد يخطأ البشر قد يخطأ الإنسان فيتفص بكلام عمى حول فلاد يكون كلاما حول فلاد وهذا حرام ولكن المشكل هو أن يكون بجوامه إنسان فيترطف هذا كلام ويبليئه لمن تين فيه حتى يفتن بين الأخوان حتى يؤث هذه العداء وبهنهم والعيادة وبهنهم وهذا منفع الشيطان هناك أجري بها كما كانوا يحصلوا على واحد تقبيبها لمن تطبيلها لإشراء وإمكانهم يتجاهلوا للحصول ولا يتجاهلوا بالألم هؤلاء فيه حتى يتجاهلوا بنا أحن افترق ملحان حين تقديم بعض الاجتماعي هو أمر جدًا في المسلمين جدًا في المسلمين سوف I م مثلاً لدي الاستيار وعندما من قبلها وم turnsنا لديها وم تحديث عن المنبيب الكرة تحدث عن المنبيب وم تحديث عن المنبيب ولدي وم تحديث عن المنبيب الفيات ال� pallone النبي المسارحة المسارحة على الزابة فهو denke ف ساجة على شبك فهو هذا المسارحة فهو أولو نوعنا الق طبق فهو تعيصان كم التوقف يمكن أن يتكلم لأن لأن المسارحة ترجمة نانسي قنقر 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 يعني يريده أن يتشفى من الإنسان فيبحث عن كلمات والسقطات وكلها فوات ويذهب إلى المغضيبة فيه وقوبة فلانة طالة فيك حتى يتشفى وحتى سبحان الله يعني يشوي غليلة هذا الجانب الأول الجانب الثاني والدافع الثاني للنبيمة هو أن الإنسان الحب يخدم إنسان ويصنوا بطريقة النبيمة يقولوا يا سيد والله قيل فيك فلان قال فيك حتى يجد التقدير والتجريف والتعظيم لهذا الرجل سيكون مسكوح، سيكون صعب جاه، صعب مال يريد أن يقترم منها، يغلى ما منها فيأتيه بطريقة ووسيلة خصيصة وهو أن يدفعه إلى هذه الوسيلة باب النبيمة، يطغل من هذا الباب حذرونه برك الله فيه في غيره أعلم أيها الأخوة والأخوات والله أن الماء لا تقريب له هو يستعمل من قبل الناس من قبل المسؤولين ومن قبل الناس ولكنهم لا يقدرونها لا يقريبونها يعتبر مهان عندهم حقيرا هذا هو الدفع الثاني للنبيمة الدافع الثالث في تحول الإنسان إلى آلة خصيصة يحمل الناس هذا وهذا وهذا وهذه خدته الدافع الثالث قد يكون الإنسان مريضا وقد يكون الإنسان يتلذب بعذاب غير يتلذب يرى لما يوظم يفدد بين هذا وذاك يفرح ويسرم ويرقص كالشيطان أن الشيطان أفضل عمل بالنسبة لي هو أن يفدنا بين زوجين وبين أخوين وبين أثنين يفركون به بين مرأة وزوجة وما هم يضارين به من أحد الشيطان العين يرقص أفضل عمل ويقبل من طرف من يستعملونه من يستعملونه هو أنه يفدن بين اثنين أن ينث العداء وتكون المرطاء حتى بين الأخوين وبذلك يكون قد أدى مهمته إذن هذه ثلاثة أشياء التي تفرق بين الناس وهي من باب النميمة وهي مظاهر لهذه النميمة الطرق للنميمة وهي توافع لذلك يفرق بين الأخوين ويضارين من أجل أشياء تفرق بين الأخوين لذلك من أجل من أجل 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 بمعنل أجل 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 في الشيخ مرتفعه حول مرتفعه يصبح مرتفعه الذي ينقل وترانيه ويساعد ذلك ما يتعرف الأشياء الثانية هي كيسر ثانية مؤسسات، لوقت أن يغرر لي شاولك في أجل الإنسان وأن يتسجع رشك بسبب الله سبحانه وتعالى تجد أن يقوم بالتقصر بالطبع والطبع بطلع قلت بأن المدسان لا يدعون أم مقادي يقولون جاء لقد يقولون محسن محسنة نبقين في الأنسان لتفتيل بين رأينا الناس السد هو أيها الأخوة والأخوات محمود في شريعة الإسلام ولكنه في هذه الحالة مذبور في النميمة مذبور صاحبه العيد بالله صده رضينا جزله رحم الله النار ويبدأ وجزله من وطع عينه في قبره مرى نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عنا أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أمع بحرطة من حيطان المدينة يمشي فسبع صوتين ينام أدي شخصين فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يُعذباني وما يُعذباني في كبير روخانين يتعدلوا يتعدلوا في أشياء مسيحة وما يُعذباني في كبير وما يُعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولة حين يؤدي حاجاته لا يستنزه لا يستجمر لا لا يستنزه من البولة يخلي قطرات يعني تهرب في ثيابه وما يُعذباني في قبلة وما يُعذباني في قبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يُعذباني وما يُعذباني في كبير أما أحدهما فلا يستنزه من البولة وأما الآخر فكان يمشي بالنبيهما ثم أخذ جديد النبي صلى الله عليه وسلم وقطعها التطاقين ووضع كل جديد على رصيحتهما وقال العدد الله يُخفف عنهما بهما لأنه من الشيء اللي يُسمح بحبته لعل تسبيح عياتين الجديدتين تكون في ميزال الحسنات مما قد يُخفف عنهما عذابهما القيامة والرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد لمن يُنقل له الحديث أن يُنقل له الحديث حول ثلاث لابد ليس شرح لابد ليكذبا لابد أن يقف ضطفا معه صارما يجيب واحدا وقال فيه كل وقت ما نسمعكش لا أقبل منك هذا الكلام هذه نبيمة معي ذو الله هذه نبيمة ابن شهادة الظهري كان بجوار سليمان عبد الملك ابن مرون فجاء أحدهم فقال له سليمان تعالى قلت فيه كلاما وكلاما قالوا الله ما قلت فيك هذا الكلام قالوا الذي أخبرني لصادق فلقق فيها من جهاب الظهري وقالوا يا أمير المؤمنين لا يكون النبنام صادقا أن النبنام لا يكون صادق من يمشي بالردينة والذميمة من يمشي بالنميمة لا يكون صادقا ثم ترجمة نسخي أمن كان يمشي بالنسخي ومنctional aية الشهيرة في يوم 真的س Sangكم أبم أبس أبغيه أبغيه في سائح، قالت بشاركت سعيف على نهاية النساء يقالل صلى الله عليه وسلم قال حسناً يتضمنوا الشاب عنه الذي لا يجبون أنه ومن جيداً كان أجل أجل محل عثمت لديها، وأجلight أجل 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 في إستسابة الدخولة أجل 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 في سن الله ربس الله وعلى أنه كان يحبن كبيرا فعلا وأن يصبح كان يخاص بنا يقولون أجل أن أجل أجل أن يحبن من التسابة المترجم للترجم للترجم للقناة و مرحبت قامل ، أحد Foreign Lack. هل اعتقدت عني سلِيمان ، فهل ماذا قال يَعلم. ألقب الحصول على فعله؟ أشكر يعلم . فهど Orange Lack. فهذا السوري قال ، نجتهد السؤال المتحلي الذي يشارك لها لا يسبح ولا يكونين كثيرا لأن كثيرا من المتحلي سوف يكون مذيب على أعضر إلى اللعظة وضع لأسفة هذا ماذا ، فلنسف وهذه الأميمة وهذه الآثاره وعياذه بالله وهذه حقيقةه في شريعة الدين في شريعة الإسلام بمجهد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحضر وعيدة الله ادروا على فلسكم هذه الآثة تبتعدوا عنها منها وعنها بعدكم عن السبايا على الأرض لسأل الله تعالى المفتن الفائل الصالحات ونهدينا نعمل السبيل ونعلمنا ما ينفعهم ونحاهم ونعلمنا إنهم سميعا قريبا وشيرا الحمد لله الذي هذانا لتقواه وما كنت لنهتدها لولا في هذا النظار لقد جاءت المسؤول عنها بالحق اللهم الحمد لله ما يمغي للجلال وجيب عظيم سلطان أيها الأخوة المعببون أعبد الله والتقول عليكم التفلحون وسلم التوبة والمغفرة والرحمة فهو غفور رحيم الذي عنهم لا تسرقون وما تعلمون ولا تكونوا كالذين عن اسم الله فأنساهم منفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستمع أصحاب المال وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون أيها الأخوة المؤمنون جاء رجل إلى عبد للأمير أو إلى الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز فقال له يا أمير المؤمنين فلان ذكرت بسوء فلان ذكرت بسوء فقال ليس ضمن طفل أمامك طفل فلا يحقّل على منذ وهذا يساعد ما إما أن تكون صادقا أو أن تكون كذبا فلا خيار وثال إما أن تكون صادقا أو كذبا فين كنت صادقا فنصبغ فيك طوال الله عز وجل وليك تتعجل الحلاف المهيل هماز ومشاء من مي وإن كنت بأهدما فيصدق فيك قلب الله عز وجل يا إيوى الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بلماء فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصدقوا لأما فعنتوا لأهدبين وإن شئت عفرنا عنك أن تتوب إلى الله عز وجل ونقود لذلك قال لا نعود يا أمير المؤمنين أو كيف قرع شخصومة نبيمة لابد أن نست بهذا المسلك كانت من قبل الله عمر مقاطعيز مقالب 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 يقولون أنه فولير قالت تلك والتي وتتعالي تقرأت تلك الأفضل ما قالت لأهدبين لأن هذا المثال يتحقق نشرب يتحقق نشرب المأسي فالحبيث هو يقول هذا بخير مرة أخرى فالحبيث أوون فالحبيث فالحبيث هو اَكْرِيَ فلاك شخص لتbras الله سبحانه وتعالى وطلب أحد لا يعيش انا بقية عبارة لا تعين امعون وخبارة لا يعيش فلاك شخص لترشبه فلاك شخص لقد اخبارado إذا كان لأن هناك جدت وضع أحساب مع نزيده أن تحبه بخير ويجب أن أكبر على خطنته تراتي إلى نزيده وفي سكرة لقد رأيت الله ، سألت الغده وبقاء يشرح كيف تقبل صحيح مع ذلك ايوان لكم المؤمنون ان شاء الله تعالي المجوع المؤمن سيكون لان نوعد في جمع المال ان شاء الله دلنا لفائدة مسجد رقبة بن النافع في فونفلام هذا المسجد الذي بقيت 12 سنة الى الآن ولم يتم بعد عيد عاد عيدا انه لم يجدوا من يساعدهم على هذا الاتمام وعلى اتمام هذا المسجد فاتطفقهم مجلس ايه مطرور مع مجلس تظهروا اسائل المساجد لان يشبعوا يومهم نور جوعة مقبل ستة من الشهر ان يشمعوهم لهذا المسجد لفائدة المسجد حتى يكون مرارة تشع وحتى يكون يرفع فيه ذكر الله عز وجل ويرفع فيه الاداة ويرفع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يؤدي مسالته وإمانته فكونوا في الموعد المقبلة للوصفاء المقبلة ان شاء الله وتعالى في هذه النممة على غرار كل المساجد تقريبا انتفقنا كل المساجد ان تقوم بهذا الامر فنسأل الله التوفيق والتزديد للجميع ان شاء الله وتعالى ويتمى هذه اللناية هذا المسجد حتى يكون ان تقوم بهذا المنزل اليوم لما تقوم بهذا المسجد حتى يكون من شمال لكتاب فعلها المشاركة التفاصل الثانية للمسجد انه ان يخبر قد يشبع على ربيع المشارك ونق robotه ستقوم بهذا المنزل ومن ثم أثناء ومن ثم أشهده فلن نقل للمسيح المسكين ومن ثم أسرع المسكين ومسكين ومع تحسن المسكين للمسكين في السنة المال للمسكين ومع التحسن للمسكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر